ولنا عبرة في كل من تحايل على الحرام ووصل إليه أو فعل الحرام مباشرة هكذا بدون تحايل هكذا إنت عمرك شفته بيرضى بي بيدخل فيه ويحاول ينتقل منه إلى غيره منه إلى غيره لا يشبع أبدا لا يشبع أبدا ويظن فقره بين عينيه واحتياجه بين عينيه وشهوته بين عينيه ولا يشبع أبدا ولا يقضى له وطر بل هذا الشيء عذابه في الدنيا به يعذب به في الدنيا يعذب به في الدنيا يؤثر عليه ويهلقه فالشاهد يعني ألاف الأمثلة مئات الألاف من الأمثلة في من تحايلوا على أوامر الله سبحانه وتعالى هل نجوا بفعلتهم هل حدث لهم الرضا هل حدث لهم الاستمتاع لو كان التحايل على شهوة حصل الاستمتاع الحقيقي لا والله رأينا في هؤلاء أنهم يجدون غصة من الحرام غصة من الحرام ويأتون ويبكون بكاء شديد وفعلت كذا وليتني لم أفعل وليتني لم أفعل كان عقلي فيه لما عملت كذا ولم فعلت كذا وضم إلى آخره إذن السعيد من وعظ بغيره أيها الكرام المؤمنون حتى لو فرضنا أن فيه متعة ولا يوجد فيه متعة الحرام لا يتلذذ بالمعصية إلا سكران بالغفلة كما قال إمام بن الجوز عليه رحمة الله تعالى لكن حتى لو فيه متعة أو لذة آخرها النار لزمتها إيه لزمتها إيه فعلى الإنسان أن يفيق إلى نفسه وأن يتطلع إلى الآخرة وإلى ما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى الله حذرنا في كتابه من حال اليهود الذين تحيلوا على أمر الله وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى فقال الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب السبت وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فالله يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم سل اليهود عن شيء مما حدث لأسلافهم ويكتمونه بسبب تحايلهم على أمر الله عز وجل فقد شابهوا هؤلاء الذين تحايلوا على امتثال أمر الرسول والاستجابة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا أن الرسول حق فتحايلوا على ذلك لكي يظلوا على ما هم فيه نتيجة الأطماع الدنيوية فيقول محزرا في ناس أبلكوا عملوا كده منكم من أسلافكم ماذا حدث لهم اتعذوا بما حدث لأسلافكم عليكم أن تصدقوا الله سبحانه وتعالى اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اللي بتعيش على صيد الأسماك وكنوع من الآصار والأغلال التي فرضت عليهم الله سبحانه وتعالى حرم عليهم العمل في يوم السبت بالكلية بسبب عدم الاستجابة لأوامر الله عز وجل فكنوع من الأسار اللي فرضت عليهم حرم عليهم العمل في يوم السبت بالكلية بالكلية طيب الأصل إيه يستجيب ده كان نوع من العقوبة فرضت عليهم أصار وأغلال يستجيبوا لأمر الله ويستردوا الله سبحانه وتعالى يستردوا الله سبحانه وتعالى لا زهر الفسق الفسق يعني الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن بأن الشيء اللي بيعيشوا عليه وهو استياض الأسماك أصبح غير متاح اللي هو كان سهل اللي هو كان متاح القرية على ساحل البحر حاضرة البحر وحياتهم على صد الأسماك بيصيد طادوا يقلوا يشربوا يتجروا يجيبوا فلوس وده متاح على طول والأمر سهل لما ظهر الفسق والبعد عن أوامر الله وعدم الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل منع السمت يظهر لهم في اليوم في الأيام التي يحل لهم العمل فيه وفي الأيام اللي هو محرم عليهم العمل يجدون الأسماك تظهر أنفسها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إذن يعدون في السبت يعني يعتدون على الحكم الشرعي اللي ربنا أمرهم به في يوم السبت بعدم العمل في هذا اليوم دا يوم عبادة لا يجوز العمل فيه بالكلية نحن كمسلمين حرم علينا مثل هذا في وقت صلاة الجمعة في وقت صلاة الجمعة فيجب على الناس أن يمتثلوا أمر الله إذا استمعوا إلى الأذان لخطبة الجمعة ويتركوا البيع بالكلية يا أيها الذين أمنوا إذا نودي الإصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لا يجوز بيع محرم بساعة الجمعة دا بيع حرام راجل مكلف حرام أن يبيع ويشتري في وقت الجمعة وللأسف كثير من الناس أيضا يتجرؤون على مثل هذه الأوامر ولا حولها لقوة إلا بالله فهؤلاء اعتدوا على الأمر هذا إرى الله اختبرهم سبحانه وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا الأسماك قطعا لا تعرف السبت من الحد من الاثنين بالثلاث لا تعرف أيام الأسبوع ولكنه أمر من يقول للشيء كن فيكون فجل جلال الله وجلت قدرته سبحانه وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا بتظهر نفسها أن السمك موجود ويوم لا يثبتون الأيام اللي يجوز أنهم يصطدوا فيها لا يجدون في البحر سمكة واحدة يبعد ويمشي لا يجدون سمكة واحدة فهنا لماذا هذا اختبار بضيق الرزق بضيق الرزق الحلال الحرام موجود سهل وده إحنا بتلينا به في هذا الزمان المعاملات المحرمة كتيرة وسهلة والمعاملات الحلال فيها منوع من الصعوبة لماذا هذا الاختبار من الله سبحانه وتعالى ما كان الأمر قبل كده بيصطدوا عادة والأمور طبيعية لماذا يأتي الاختبار من الله أحيانا على بعض الناس أنه يجد دائرة الحلال التي هي في الأصل كثيرة يجدها غير متاحة ويجد دائرة الحرام التي هي في الأصل قليلة يجدها متاحة قال الله سبحانه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يعني كذا يكون الاختبار من الله بما كانوا يفسقون